السلام عليكم اخبار حضرتكم ايه يا رب تكونوا بخير وفي صحة جيدة جاي النهاردة اقول لحضرتك ان ال 500 دولار وال 1000 دولار مش صعبين اطلاقا حتى لو حضرتك مبتدئ وبدون اي خبرة اطلاقا هتقدر تحقق 500 دولار شهريا انا بضمن لحضرتك انك تحقق دولار في الشهر الوحيد يتعدى ال 500 دولار وال 1000 دولار طب يا مبارك انت بتتكلم عن ايه بالزبط وازاي نعمل الارباح زي دي انا جاي اقول لك ان انا هساعدك تنشئ تنشئ الموقع بتاع حضرتك والموقع ده بيكون عليه منتجات انت بتضيفها بالشرط منتجات ممكن منتجات رقمية منتجات ملموسة اه صور اي حاجة من الحاجات دي وفي نفس الوقت الموقع بتاعك بيجي عليه زوار وانت اللي بتحط حتى طرق السحب بتاعتك وانت اللي بتخلي الناس تشتري المنتجات دي بناء على السعر اللي حضرتك بتحققه وبالتالي حضرتك بتحقق ارباح كويسية جدا خصوصا ان الموقع بيجي له ترافيق قوي جدا جدا وهواليك ازاي ممكن تجيب الترافيق ده معنى كده ان الموضوع السهل يا مبارك هو سهل بس محتاج شغل من حضرتك محتاج تركيز من حضرتك محتاج ان حضرتك تؤمن بقدراتك وتؤمن ان ما فيش حاجة اسمها مستحيل وان لكل مجتهد النصيب وكل اللي عليك انك بس تدي وقتك ومجهودك وتركيزك في حلقة النهاردة عشان نقدر نوصل مع بعضنا للهدف المنشود وهو تحقيق ارباح من على الانترنت ده لو لسه حضرتك محققتش ولو بتتبعني الاول مرة اغبط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لان حقيقي فيديوهات القناة مميزة جدا ومختلفة وحصرية عشان ما اطولش على حضرتكو اكتر من كده في المقدمة ايه رأيكم لو نروح نشوف الموقع اللي هيساعدنا النهاردة في تحقيق ارباح من على الانترنت يلا بينا يلا بينا تمام شباب الموقع اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة في بناء او مساعدته في بناء الموقع الخاص بنا بشكل مجاني تماما هو موقع ويبلي وموقع ويبلي ببساطة عامل زي الورد بريس وعامل زي بلوجر ولكن هو بيسمح لك بانشاء موقعك الخاص بشكل مجاني مش بس كده لانت تقدر كمان تنشئ جوه الموقع بتاع حضرتك المنتجات بتاعتك بحيث ان هو يكون عمال عن مطجر كامل متكامل بشكل مجاني تماما والكل مبتدئ لانه غير معقد اطلاقا وسهل الاستخدام بشكل حضرتك مش متخيل وده اللي انا هشرحهم مع حضرتك النهاردة حتى لو الفيديو طويل حتى لو الفيديو هيبقى فيه تفاصيل معينة ارجوك ما تزهقش ارجوك ركز معي لعل لو عسى فيديو النهاردة يبقى نقطة تغير في حياة حضرتك عشان كده انا بس تسمحك تركز معي قليلا ودي الحلقة وقتك ومجهودك وتركيزك زي ما اتفعنا في المقدمة لانها فعلا هتفيدك طيب يا شباب عشان نتسجل في الموقع بنيجي من فوق على اليمين كده وندوس sign up او create your website هنبدأ ان احنا ندوس عليه تمام شباب بعد ما دخلنا اه للتسجيل على الموقع كل اللي هنأمله في البداية ان حضرتك تختار البلد اللي حضرتك فيها لو حضرتك من مصر بتبتدي ان انت تختار ايجيب حضرتك من المغرب بتختار موروكو الجزائر تونس كل اللي عليك انك في البداية تختار البلد بتاعة حضرتك طيب بعد دكذا بنعمل ايه? بنبتد ان احنا نحط الاسم الاول الاسم الثاني الاميل بتاع حضرتك بتاكد الايميل مرة اخرى وبعد كده بتحط باسورد او الرقم السري بعد كده يتعلم على الاختيار أن انا وفق على شروط الموقع وبعد ذلك نبدأ أن ندلس على كلمة continue تمام شباب في الخطوة دي هو يقول لحضرتك أنت عاوز مجرد موقع وخلاص تظهر عليه مثلاً صور ولا عاوز موقع يبقى جوه منه Online Store أو مطجر Online متاح عليه أن حضرتك تعرض عليه أي منتج أي حاجة وتحدد لها سعر وأي حد يخش على هذا المنتج يقدر أنه يشتريه وهوريك كيف تعمل حاجة كده وكيف تحقق أرباح فعلاً مهولة لذلك يقول لك أن هذه الحلقة قوية جداً وليس ستجدها والله مشروحة في أي مكان تاني للربح من على الإنترنت لذلك يقول لحضرتك ادعي لي دعوة حلوة من قلبك لأن حرفياً محتاجها هذه الفترة وكماً اغبط لايك لو الموضوع ماشي كويس بالنسبة لحضرتك طيب هنختار الاختيار الثاني جميل بعد ذلك هنتبتد لحضرتك تضع اسم للاستور بتاعك على الموقع بتاع حضرتك وبالتالي هنا ده جزء مهم جداً لأن حضرتك بتفكر هنا أنت عاوز الاسم بتاع المتجر أو الويب سايت بتاع حضرتك يكون خاص بأني هي نيتش لو نيتش لي علاقة بالملابس نيتش لي علاقة بالكتب الإلكترونية نيتش لي علاقة بالتصميم أو الجرافيك أو اللوحات الحقيقية أو 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 فهتبتدى حضرتك هنا تحط اسم مقارب للبيزنس اللي انت هتشتغله على الموقع ده أتمنى تكون الفكرة ببساطة وصلت فعلى سبيل المثال أنا بديت اسم مبدئي وهبتدي ان انا ادوس بعد كده حضرتك عاوز تبيع حاجات على الموقع ولا ان انت مش هتبيع حاجة على الموقع ولا حضرتك بتجرب موقع فانت ممكن في البداية عادي تدوس اي اختيار من دين مش هيقصر علينا في اي حاجة اطلاقا انا بالنسبة لي اختار الاختيار التالت بعد كده ايه الحاجات اللي انت حابب تبيعها على الموقع بتاع حضرتك فانت بتختار بقى كل الحاجات اللي انت عاوز تبيعها من غير اي مشكلة وعاوز تعلم عليهم كلهم مفيش مشكلة حاجة مش موجودة هنا وعاوز تقوله ازل مفيش برضو اي مشكلة لان حرفيا هترفع برضو اي حاجة انت عاوزها وتبيع اي حاجة انت عاوزها مهما كانت وده دوري ان انا عرافك الموضوع ده بيمشي ازاي هندوس كونتينيو جميل جدا بعد كده الخطوة دي لو انت عاوز تحط اه اه ادرس معين او حاجة فدي هنعمل ما لهاش اي اه اهمية حاليا تمام شباب بعد الاجراءات والخطوات اللي احنا مشناها مع بعض وتسجيلنا على الموقع بتبقى دي الصفحة الرئيسية واللي بيبان فيها كمان ارباحك من المنتجات اللي انت حطيتها على الموقع بتحضرتك وعدد المشاهدات اللي جات على الصفحة بتاعتك واليونيك فيزيت او الزيارات اللي بتيجي من دول معينة غالية زي امريكا مثلا والكلام ده كله فبيتبال لك هنا طبعا صفحة بسيطة بيبتدي ان هو يقول لك يبتدي بقى ان انت اعمل تصميم للموقع بتاع حضرتك يبتدي حط المنتجات اللي انت عاوز تضيفها في الشوب بتاعك على الموقع بتاع حضرتك لو انت عاوز تعمل دومين اه معين فدي انت اه بتبقى بفلوس غالبا فاحنا مش نستخدمها بعد كده حضرتك بتسجل اه طرق الدفع للعميل يعني عاوز العميل يدفع لك عن طريق الفيزا البيبل الكلام ده كله بتبقى عن طريق الجزئية دي وهنشوف كل الكلام ده مع بعض واخر ثلاث خطوات ان انت بتنشر الموقع بتاعك ودوت بيتم عن طريق اول خطوة كده كده فهنشوف مع بعض الشغل يماشي ازاي الموضوع سهل وبسيط هنبتدي باول خطوة نسمي اللمع بعضنا الموضوع فعلا لكل المبتديين مش عاوزك تقلق اطلاقا همشيها معاك خطوة خطوة لحد ما تأكد ان حضرتك فعلا هتنجح طيب هندوس على ديزاين ناو عشان يبتدي ان احنا نصمم الموقع بتاعنا بشكل احترافي وبشكل مجاني وبشكل بسيط جدا تمام اصدقائي زي ما حضرتكو شايفين انتو كده دخلتوا على صفحة الصفحة دي هي الموقع بتاع حضرتك بتظهر بالشكل اللي حضرتك شايفو ده طبعا بتلاقي زي اي موقع في الدنيا تحت بيبقى في مواقع سوشيال ميديا هنشوف ازاي حضرتك ممكن تضيف اللينك بحسب ان اي حد يدوس على اللوجو متاع الفيسبوك يروح على الصفحة بتاعتك اللوجو بتاع الانستاجرام بتاع حضرتك ده طبعا لو طلعنا فوق ده العنوان بتاع الصفحة بتاع حضرتك اللي انا كنت مسميه طبعا لو جربته الاشكال دي هيتدي ان هو يجيبهلك في النص يجيبهلك في الشمال كده بطرق معينة طيب ان كل اللي عليك انك ده تختار ده بتبتدي تلعب في الحاجات اللي حضرتك شايفة دي. طبعا هنا اللون بتاع بتاع العنوان بتاع حضرتك. كل الكلام ده تنفع ان انت تلعب فيه. طبعا هنا ده الكارت وعلامة بتفعلهم مش عاوزهم يزهروا بتلغيهم عادي جدا بتقول له هيد. هيبتدوا ان هم يختفوا. لكن طبعا الاحترافية هنا بتقول ان انت تسيبهم متفعلين بحيث ان اي حد عاوز يبحث عن منتج معين انت رفع على الموقع بتاعك يبتدي يزهر. طبعا لو دوسنا وفعلنا كلمة بوتون بالشكل ده هيجيله كلمة بحيث ان هو برضو يبتدي يشوف كل المنتجات اللي بالفعل على الشوب بتاع حضرتك على الموقع بتاعك. طيب دي كده كانت اهم جزئية آآ بالنسبة للهيد او الجزء اللي في التوب بتاع الموقع بتاع حضرتك. نيجي للخطوة اللي بعد كده. والخطوة دي بيظهر فيها زي مقدمة او كلمة تحفيزية للموقع بتاع حضرتك. يعني على سبيل المثال هو هتطلق مثال هنا. هنا انت كل اللي عليك انك تحط برضو لمسة آآ من عندك او ان انت تسيبها زي ما هي. كمان فيه ان انت تختار ان الكلمة دي تبقى موجودة جنب منها صورة معينة حضرتك ترفحها معبرة عن الحاجة اللي انت هتعملها. على سبيل المثال انا هشتغل في منتجات الاي بوك او الكتب الالكترونية خلي الموقع بتاعي ليه علاقة بالكتب الالكترونية هبتدي ان انا ادوس على الصورة بالشكل ده انا دوست عليها اهو هبتدي اروح على الجزء الشمال اللي مكتوب عليه كلمة طبعا لو دوستنا عليها بالشكل ده ينفع ان احنا نرفع اي صورة احنا عاوزينها. على سبيل المثال هتيجي على كده وترفع الصورة اللي انت عاوزها. انا مجاهز الصورة مسلا معينة هتبتدي ان هي تترفع معي بالشكل ده وبعد كده هدوس آآ طبعا هي موجودة اهي آآ تم اختيارها وبعد كده هدوس ضن. ضن. هتلاقي ان الصورة اتحملت جنب الستايل بتاعنا اللي احنا محددينه. وينفع ان حضرتك تخلي الباكجراوند كمان آآ ليها صورة يعني انت لو ديس على الباكجراوند بالشكل ده تمام. وجيت كده من فوق على الباكجراوند ميديا واخترتها ايمدج هيسمح لك ان انت ترفع صورة آآ كخلفية آآ في الجزء ده. مثلا هرفع معاك حاجة معينة كده. سريعا. انا باقول لك ازاي تبني الموقع بتاعك بشكل احترافي عشان تعرف تستخدمه. ممكن الخطوات دي تبقى مملة للبعض. ولكن هي مهمة في ازهار الموقع بتاعك بشكل احترافي. ازهار المنتجات بتاعت حضرتك على الموقع بشكل احترافي وتحقيق ارباح ان شاء الله في المقابل. عشان كده قلت لك طول بالك علي. طيب احنا اخترنا الصورة بتاعتنا ودوسنا ضم. هتبتدي ان هي تتحطي كخلفية وراء التصميم بتاعنا زي ما حضرتك شايف. ده ما كان مسلا معبر للقراءة. بعد كده حاطت التخصص بتاعي او المنتجات بتاعتي اللي هتبقى موجودة على الموقع. هننزل تحت كده. هنا حضرتك بتبتدي تضيف المنتجات بتاعتك اللي انت عاوز آآ تضيفها على الموقع. ولكن دي خليها آآ خطوة آآ مستقبلية. هنعملها كمان شوية. هنضيف بها المنتجات بتاعتنا في الجزئية دي. لو نزلنا تحت طبعا زي ما قلت لحضرتك لو دوسنا على آآ خانة السوشيال ميديا بالشكل ده. ودوسنا على لينك ستو. هيفتح لك كل السوشيال الميديا اللي حضرتك شايفة. لو مسلا فعلنا الفيسبوك فكل اللي علينا دلوقتي ان احنا نحط اللينك بتاعنا. فعلنا الانستجرام هنحط اللينك بتاعنا. فعلنا اللينك دي انه هنحط اللينك بتاعنا. بعد كده بندوس. هيبتدي ان هو يفعلها لك. طبعا انا مش عشان مش حاطط اي حاجة فهو بيقول ان انت مش حاطط اي حاجة. فبتعمل حفظ على ايه. طيب احنا كده خلصتنا مسلا الجزء ده طبعا ممكن نضيف او طرق الدفع للعميل آآ بيتعرف عليها آآ متاحة على الموقع ايه بالزبط فهتبتدي تظهر له بتاحت في الجزء دي. طيب انا كده خلصت كل العلية دلوقتي ان انا عمل بريفيو مثلا عشان اشوف شكل الموقع بتاعي عامل ازاي ده كده على الكمبيوتر. ولو اخترت الفون هيبتدي يظهر لي شكل الموقع بتاعي على الموبايل. طيب هعمل دي كده اهم خطوة واول خطوة احنا عملناها مع بعض. هيجي بعد كده آآ للجزئية بتاعت الدومين هتبتدي ان انت تختار يوز وابلي ساب دومين واقول له اتشينج. تمام كده انت حضرتك مش محتاج اي دومين مدفوع احنا بنستخدم الدومين بتاع الموقع نفسه. ونخرج برا كده انت كده خلصت الموقع بتاع حضرتك. بعد كده بنعمل ايه? هنخرج من الاديتور هنعمل اجزيت او اجزيت اديتور بالشكل ده. بعد كده في الصفحة الرئيسية بتبتدي تلاقي حضرتك اللينك بتاع الموقع بتاعك بعد ما انت خلصت بعض التعديلات عليه انا عوريتك ازاي تعمل تعديلاتك ازاي تقدر تضيف الصور والكلام ده كله هي نفس الفكرة في كل جزء من اجزاء الموقع او الصفحة بتاعت حضرتك. طيب احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نزبط المنتجات نرفع منتجات على الموقع والمنتجات دي هي اللي احنا هنربح من خلالها. تمام يا شباب انا كمبارك في حالة النهاردة هستخدم المنتجات الكتب الالكترونية عفوا في تحقيق ارباع. حل المعنى كده انا محتاج استخدم زكاء اصطناعي عشان نعمل كتاب بعد كده عمل له غلاف وقصة كبيرة جدا عشان نعمل كتاب ومش عارف اذا كان الكتاب ده تعمل فانا بشكل احترافي ولا لأ انا بقول لك لأ مش محتاجين نعمل القصة دي كلها احنا هنلجأ لموقع بيسمح لنا ان احنا ناخد الكتب الالكترونية معمولة جاهزة وبشكل احترافي بشكل مجاني مش بس كده ده ينفى ان احنا نستخدم استخدام تجاري من غير اي مشكلة ولكن هل ده يمنع ان حضرتك ممكن تعمل حاجة خاصة بيك اه خاصة بابداع حضرتك عن طريق الشاتج بتي او جوجل برد وتعمل كتب الالكترونية اه بنفسك انا يمكن عملنا فيديوهات كتير عن الموضوع ده زي تربح من خلال الكتابة وكتابة المقالات وكتب الالكترونية لو ده اخدت على ست سلة الربح من الكتابة المقالات تلاقي فيديوهات كتيرة زي تعمل كتب الالكترونية بشكل احترافي عن طريق الذكاء الاصطناعي ولكن انا النهاردة هاعتمد على موقع اسمه ده موقع بيسمح لك ان انت تنزل من خلاله كتب الالكترونية بشكل مجاني وتستخدمها الاستخدام اللي رياحك تمام شبه بعد ان حضرتك بتخش على الموقع بتلاقي كل التخصصات اللي معمول عليها كتب الالكترونية زي ما انت شايف حاجات لي علاقة بالصحة الفاينانس البزنس التسويق الكلام ده كله ينفع ان انت لو اخترت اي كلمة من الكلامات على سبيل المثال الهيلز هيبتد ان هو يوديك على صفحة فيها قطب لها علاقة بالصحة كل اللي عليك عشان تنزل اي كتاب من دوت انت مقتنع به انك بتدوس عليه بالشكل ده بعد كده حضرتك بتنزل وتعمله الداوي اللوت بشكل مجاني من الجزئية ده تمام شبه بعد اما الكتاب بتاعنا نزل الميزة كمان في الموقع ده انه مش بس بينزلك الكتاب بدي اف بالشكل اللي حضرتك شايفه ده بشكل احترافي جدا جدا ومنظم جدا جدا واي حد هيحب ان هو يقرأ كتاب معمول بالطريقة الابداعية المنظمة ده الميزة كمان لما بتيك تنزله ان هو بيديك كمان الغلاف بتاع الكتاب جاهز ودي ميزة في الموقع بتساعدنا جدا لو احنا عاوزين نرفع صورة الكتاب بتاعنا وتعال نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نقدر نربح من وراء الكتاب ده على الموقع بتاعنا اللي انت ممكن تستخدمه مش بس في الكتب الالكترونية لا انت ممكن تستخدمه حرفيا فاي حاجة تانية عاوز ترفع العاب واتباحها عاوز ترفع فيديوهات واتباحها عاوز ترفع اي ميديا اي حاجة انت عاوز تعملها عاوز ترفع لبس انت بتبيعه مثلا فيبقى دستور بتاعك موجود اونلاين كل ده متاح لي كل اللي عليك انك تطبق بس نفس الفكرة هنيجي من كلمة عشان نبتدي ان احنا نرفع الكتاب بتاعنا بعد كده هبتدي ان اقول له create new item بالشكل ده جميل جدا هنبتدي ان احنا نعمل اول خطوة اللي احنا اتفقنا عليها ان احنا هنرفع غلاف الكتاب بتاعنا هنبتدي ان احنا نرفعه بالشكل ده زي ما اتفقنا دي ميزة في الموقع ان هو بيديك الغلاف او الكفر بتاع الكتاب بشكل احترافي طيب بعد كده هبتدي ان انا احط عنوان الكتاب او اسم الكتاب بتاعي اللي انا نزلته هو اسمه healthy vegetarian وده عنوان الكتاب اللي انا بنزله زي ما انت شايف healthy vegetarian طيب هو بعد كده عاوزني ان انا احط ايه هحط السعر بتاع الكتاب انا هخلي سعر الكتاب بتاعي يا فندم هو خمسة دولار فقط مش بس كده انت لما تيجي تحطه بخمسة دولار ممكن تخليه بدل ما هو خمسة دولار يبقى عليه خاص ويبقى بثلاثة دولار وبالتالي هنا حضرتك بتجذب الجمهور اكتر وبتقوله تعالى اشتري الكتاب عليه خاص ودوت بيخلي الناس تجري بسرعة وتبتد ان هي تشتري الكتاب بتاع حضرتك تمام شهاب فاحنا فهمنا فكرة السعر بعد كده ابتديت ان انا احط او وصف او مقدمة بسيطة للكتاب ودي بيتلاقيها في اول سطرين في الكتاب بتاخدهم وتحطوهم هنا طبعا انا بتكلم بالنسبة للكتب الالكترونية حضرتك بتينفع ترفع صورة مثلا لتي شيرت انت عاوز تبيعه اونلاين عن طريق ستور انت عامله على ريت بابل مثلا يعني خلي مخيلتك اه واسعة خلي مخيلتك اه بتفكر بلا استندوق ازاي تستغل اي برنامج اي لعبة اي تصميم انت عامله على مواقع اه تباع عند الطلب وتبتد ان انت تبيعها على موقع خاص بيك اه باسمك بالبراند بتاع حضرتك طيب خلصنا الكلام ده كله نزلنا تحت وبيقول لك التعاوز العميل يستلم احنا بتاعته ازاي عن طريق الشبنج او ان هو ييجي يستلمها بنفسه او عن طريق فانت بتختار التلات اختيارات دول عشان تسهل الموضوع على العميل طيب بعد كده بنعمل ايه انت مش محتاج تعمل اي حاجة تحت بالمناسبة الحاجات دي كلها اختيارية ومش مطلوب تعمل فيها اي حاجة على الاطلاق طيب هنطلع فوق كده ونعمل سيف او ممكن تعمل سيف اند فيو عشان تشوف شكل المنتج بتاع حضرتك في الستور بتاعك مديني اللينك عشان اشوف بيه شكل الستور بتاعه وهو في المنتج هبتدي ان انا دوس عليه وتتوجه ليه بالشكل ده جميل جدا زي ما حضرتك شايف الكتاب بتاعنا الكفر بتاعه مرفوع العنوان بتاعه موجود هو كان بخمسة دولار عليه خاص من بقى بثلاثة دولار متاح ليك الشبنج متاح لحضرتك ده الكلام ده العميل اللي بيشوفه متاح ليك الستور وده الوصف بتاع الكتاب كمان هو بيقول لك هنا دلوقتي لان حضرتك لسه محطتش طرق السحب بتاعتك عشان لما العميل يدفع فلوس تبتد ان حضرتك تستلمها بشكل اوتوماتيك وده اللي حضرتك هتشوفه معي ولكن انا بوريك السايكل ماشي ازاي كمان لو جينا كده من الفيو ده شكله على الموبايل بص حاجة احترافية جدا بيبقى شكلها على الموبايل جميل جدا جدا يعني حاجة بصراحة احترافية موضوع مجاني تماما اعتقد الموضوع السهل وغير معقد يا جماعة ولو حد مش فهم حاجة برضو سيبلي في التعليقات احاول اساعدة قدر الامكان او انك تتابعني على الفيسبوك تتابعني على تليجرام بتتابعني على الواتساب بسيبلك الانك آدي كلها في صندوق الوصف وفي الثعليق المسبق تمام شباب طبعا حضرتك من عالشمال كده من PAI items بتب�تدى حضرتك تشوف كل المونتاجات اللي هضرتك تظفتها على الموقع في الاستور بتاع حضرتك كل ده تقدر تشوفه من كلمة items في Saeed items طيب لو راحنا على الويب صايد بتاعنا تقدر ان انت تعدل على الويب صايد بتاع حضرتك زي ما كنا شغالين تقدر تديف الصور تقدر تعديل في generator تقدر دوت زي ما شرحنا في البداية بينفع ان انت تعدله في الموقع بتاع حضرتك. زي ما حضرتك شايف بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. طبعا انت شوبناو دي اي حد هيبتد ان هو يدوس عليها. هيشوف المنتج اللي انت لست رافع. يعني خلينا نعمل كده عشان انت حضرتك تشوف. لو داس على شوبناو هيبتد ان هو يوجهه للمنتج اللي انت رفعته. شايف حضرتك. رفعت بقى ميت منتج ميتين منتج هيشوفهم كلهم. وهيبتد ان هو يختار. عشان كده قلت لك حلقة النهاردة. حلقة. عاوزة الناس اللي عندها صبر. عاوزة الناس اللي عندها نفس طويل في التعلم في التدريب في الاستمرارية. عشان العائد يجي لك محترم. كل ما انت تشتغل على نفسك. كل ما انت تكتسب فكر اكتر وخبرات اكتر. كل ما انت بتنجح في النهاية. طيب هنعمل بالشكل ده. نعمل اجزيت اديتور. طبعا انا كده لو اعتبر شرحت لك الموقع. ازاي ترفع المنتج بتاعك. ازاي الكلام ده كله يتعامل. نايز دلوقتي الخطوة اللي هي بتاعة البيمنت جيتوي عشان تبتد تستلم ارباحة. ندوس عليها بالشكل ده. طبعا هنا الموقع بيوفل لك طريقتين. الطريقة الاول عن طريق الاسترايب والطريقة التانية عن طريق البيبل. ولكن هو بيقول لك عشان تستغنم البيبل. لازم ان انت تشترك على الموقع بفلوس. ولكن انت ممكن تعمل الخاصية دي لما يجي لك ارباح مثلا اوية حاجة تبتد ان انت تحط فلوس هنا وتستلم ارباحك من هنا فانت تبقى عملت الموضوع بشكل مجاني وتبقى حاجة بسيطة يعني مش مكلفة اطلاقا. كل اللي عليك سواء في الاسترايب او البيبل انك بتعمل لحساب بتاع حضرتك. سواء ان انت هتنشئ حساب جديد على الاسترايب او ان انت بتقول له والله انا عندي الحساب بتاعي وبتدوس على كلمة هنا العميل مجرد لما هو بيدفع عن طريق الفيزا بقى الماستر كارد الجوجل بي كلام ده كله حضرتك بتاخد الباحك بشكل مباشر. طيب يا مبارك انا دلوقتي خلاص عرفت كل حاجة في الموقع. حطيت المنتج بتاعي. عاوز ان انا اجيب زوار الموقع اا او اا ويبلي لي الترافيك بتاعه. عاوز اقول لك ان هو عامل زي بلوجر بالزبط وورد بريس. اي حد بيبحث عن اا الكتاب الالكتروني ليه علاقة بالصحة. مسلا هيظهر له عادي في محركات البحث بتاعت جوجل. وبالتالي الترافيك بيجي لك من جوجل من غير اي مشكلة زيه زي بلوجر زي وورد بريس. هو نفس السيستم. طيب يا مبارك انا عاوز اشغل دماغي واجيب جمهور بمعرفتي. هقول لك حالا. ولكن قبل ما اروح لجزئية دي عاوز بس سنوه ان فيه مسابقة ازوية. قمتها ميت دولار هتقدم عشر فائزين يوم الجمعة القادمة. شروط المسابقة ببساطة لللي حابب يشترك فيها. حاجة اختيارية جدا. ولكن هي بتدعمني في المقام الاول ان حضرتك بتعمل لايك للحلقة. اشتراك في القناة. تفايل زر الجرس وانك تجاوب على سؤال للحلقة اللي هتراحه على حضرتك حالا. وسؤال الحلقة بيقول ما هو تخصص او المجال بتاع الكتاب الالكتروني اللي تم نشره على الموقع او تم رفعه على موقع ويبلي. كل اللي عليك انك ببساطة تجاوب السؤال ده في التعليقات تحت. جميل جدا يا شباب. طيب احنا انتفقنا ان احنا من قائمة ايتم زي على الشمال بندوس على سيط ايتم بيجيب لنا المنتجات بتاعتنا اللي احنا رفعناها على الموقع وابتدينا ان احنا نديها سعر. والعميل هيبتدي ان هو يدفع مقابل الكتاب ده. ولكن يا صديقي فيه حاجة او جزئية مهمة حضرتك مخدتش بالك منها. احنا لما جينا عملنا الكتاب بتاعنا بالشكل ده ودوسنا عليه كده. هنلاقي ان احنا رفعنا الكفر بتاعه وحطينا التفاصيل بتاعته. ولكن احنا ما رفعناش الكتاب نفسه. ودي كانت تركاية مهمة ما كانش ينفع فوتها عليك لان حرفيا انت كدك انك بتبيع للعميل الهوى. كل اللي حضرتك هتعمله ببساطة انك هتعمل دي اتشينج من فيزيكا هتخليها ديجيتال. بحيث ان انت ترفع له الكتاب اللي انت بتبعه له. وبعد كده. لما حولناها للديجيتال هتبتدي حضرتك تنزل تحت هتلاقي ابلود فايل. هنا حضرتك هتبتدي ترفع له الكتاب. هبتدي ارجع كده. واخد الكتاب البيدي ايف ده اعمله ابلود. بحيث ان هو مجرد ما هيدفع فلوس الكتاب ده هيقدر ان هو ينزله بشكل مجاني بعد طبعا ما دفع الفلوس بتاعته على الجهاز بتاعه سواء الموبايل او الكمبيوتر. بعد اما اخلص معي الرافع هتبتدي ان انا اعمل سيف مرة تانية. تمام شباب نيجي للجزئية المهمة ازاي ان احنا نروغ بقى للمنتجات بتاعتنا على موقع ويبلي. كل اللي عليك انك تخش على المنتج بتاعك مرة تانية. من التلات نقطة دي هتاخد اللينك بتاع الايتم بتاعت حضرتك او المنتج بتاع حضرتك. اللي لو حضرتك فتحته في صفحة الوحدة يفتح لك الكتاب بتاعك زي ما اتفقنا. او اي حاجة ممكن التصميم ممكن يبقى صورة فيديو اغنية اي حاجة انت عاوزها بينفع ان انت تشتغل بيها بنفس السيكوانس او بنفس الطريقة اللي احنا مشينا بيها. طيب احنا كده معنا اللينك نايس ان احنا ان شاء الله نعمل تسويق ديها حالا هوريك الموضوع سهل وبسيط. تمام? ابتديت ان انا اروح على موقع ابتديت ان انا ادوس على كريات بن من فوق على الشمال دست كريات بن عشان ابتدي اعمل منشور على الذي يعد اه محرك بحث قوي جدا جدا زي زي جوجل ولكن هو متخصص اكتر في الميديا. طيب هبتدي ان انا ارفع غلاب الكتاب بتاعي. تمام? بالشكل ده هبتدي ان انا اخد عنوان الكتاب بتاعي زي ما انا عملت فيه هيخد احط العنوان هنا. هرجع اخد الوصف وحطه هناك في برضو. هبتدي اخد اللينك اللي احنا اتفقنا ان احنا بناخده من ثلاث نقط دي ارجع احطه في اد لينك بالشكل ده. بعد كده بتنشئ بورد الليه علاقة باي منتج بقى انت عاوزه ملابس بتعمله بتعمله كريات بورد كلوزيس بتعمله ديجيتال برودكت زي ما انا عامل فهدوس ديجيتال برودكت. هنا الكلمات المفتاحية هنخليها مثلا. بعد كده هنجيل كل الكلمات المفتاحية الليه علاقة بالايبوك هبتدي ان انا اخطرها. بعد كده بدوس عشان نعمل نشر للمنشور بتاعي. بعد كده هنشوف الشكل المنشور بتاعنا على بنترست عامل زي حاجة احترافية. حاجة جميلة جدا وممتازة. اي حد بيشوفه على بنترست هيدوس على اللينك بتاعنا. هيوديه تلقائيا للكتاب الالكتروني بتاعنا على موقع ويبلي. ويبتدي ان هو يدفع التلاتة دولار في الحساب بتاعي. هي دي الفكرة ببساطة. اتمنى تكونوا حضراتكم وصلت لكم الفكرة وفهمتوا الموضوع ماشي ازاي. تمام اصدقائي بكده اكون وصلت مع حضراتكم لنهاية الحلقة. ان شاء الله الفيديو ده ممكن يبقى ليه جزء تاني وتانية كمان لان الموضوع فيه كبير جدا ولكن نقدر نعتبرها سلسلة الفيديو الاول منها تم نشره النهاردة. اتمنى لو الموضوع عجبك وحابب فانا تشوف سلسلة كاملة للموقع ده وطرق تانية مختلفة عن الكتب الالكترونية عليه. ياريت تتعامني بلايك وتسيب لي تعليقك تحت بحاجة زي كده. وياريت لو تعمل شير ادال على الخير كفاعله. خيروا الناس انفحهم للناس. بشكركم مرة تانية الى اللقاء في حلقة جديدة من الفكرة تانية.